استعرد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المقترحة المقدمة من شركة ماجنوم العقارية لإنشاء بورج فاربس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المقرر أن يصل حجم استثمارات المشروع المباشرة إلى نحو مليار دولار يأتي المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية التي تتكون من مبنى بارتفاع 250 متر ويحافظ على البيئة ويقلل من الانبعثات الكربونية وهو يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ قب 27 التي بموجبها تلتزم مصر بتنفيذ مجموعة من استراتيجيات التكيف مع تغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية